وتحليلا لما يحدث الآن دعونا ننتقل إلى رمالله على الهواء مباشرة مع الدكتور رمزي عودة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور رمزي تحياتي وأهلا بك أهلا وسهلا يعني في البداية هل كما قال نتنياهو أن مقتل السنوار هو نهاية حماس بالفعل ونهاية المقاومة المقاومة لا المقاومة مرتبطة بالشعب الفلسطيني مرتبطة بالعديد من فصائل منظمة التحرير ربما هو يعني نجح باختيال رئيس حماس بإضعاف حماس لكن الشعب الفلسطيني إرادته واضحة في مقاومة الاحتلال والوصول إلى الدولة الفلسطينية وبالتالي بكل الارتيالات السياسية التي حدثت ضد زبادة فلسطينيين في لبنان وفي الأردن وفي العديد من الدول وحتى في غزة لم تنجح إسرائيل بفرض الأمن والاستقرار لأنه في قرار شعبي واضح قرار فلسطيني أنه يجب التخلص من الاحتلال لكن لا شك يعني اغتيال السنوار هو ضربة موجعة لحماس لهيكلية حماس لقيادتها باعتبار أن السنوار يعني هو قائد سياسي وقائد عسكري ميداني ونجح بشكل كبير جدا في ضرب قوات الاحتلال حتى قبل السبع من أكتوبر وبعد السبع من أكتوبر ونجح بالتصدي إليهم لا شك أنه هذه العملية سوف تؤدي إلى تراجع حركة حماس وربما تشكل صدمة لهذه الحركة من أجل إعادة ترتيب أوراق الداخلية والخارجية نعم طيب دكتور رمزي يعني هل مقتل السنوار يعني نهاية الحرب لكن نتنياهو يقول أن مقتل السنوار ليس نهاية الحرب المحللون يرون أن هذه يفتح فرصك لإنهاء الحرب على غزة وطبعا الحرب على غزة ستنهي الحروب الأخرى التي يقوم بها إسرائيل لكن محللون آخرون يرون أن توقهات إسرائيل ليس في نيتها أصلا إيقاف الحرب شوفوا نتنياهو قال أنها بداية نهاية الحرب الأمر كان أيضا يقول أنها ربما تشجع بشكل كبير جدا على إنهاء صفقة الرهائل المتعثرة منذ عدة أشهر لكن أنا أعتقد أنه لا يوجد قرار إسرائيلي بوقف القرى وهذا معلن إسرائيل حتى حسب خطقة التي أعلنتها منذ أشتياحة رفاح حدثت عن بقاء قوات الإسرائيلية في قطاع غزة وبالتالي إنهاء الحرب في قطاع غزة لا يعني انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وهذا واضح في كل الخطقة الإسرائيلية وواضح أيضا في كل تصريحات الإسرائيلين هم يقصدوا بين هاي العمليات العسكرية نعم ليس إلا وبالتالي نحن نتحدث للأسف اليوم عن احتلال دائم من قبل قوات احتلال إسرائيل لقطاع غزة سيطرة كامل على معابر وحدود قطاع غزة فصل شمال قطاع غزة عن جنوبها إبادة جمعية تحقق للشعب الفلسطيني وبالتالي مقتل السنوار أو استشهادة يعني لن يؤثر في هذه المعادلة هو ربما يؤثر في بعض الخلايا العسكرية التابعة لحماس والجهاد الإسلامي المتواجدة في جباليا في بيت لاهيا في خان يونس في رفح اليوم أيضا هنا في مليات ربما يؤثر عليها بحيث أن يصبح السؤال الأساسي لديه هل تستمر في مقاومة الاحتلال أم ربما يأتي قائد سياسي ويناقش خيارات أخرى منها تبادل صفقة الرهائل الأخرى من الفضائق طيب في رأيك ما القادم خلال الأيام القليلة القادمة في هذه القضايا المتشابكة يعني كما تفضل في هذه القضايا المتشابكة النساء الأساسية اليوم بيد حماس حماس مطالبة اليوم بأسرع وقت ممكن إنها تكون باتخاذ إجراءات عملية تقييم ترتيب بيتها الداخلي تحديد من هو المسؤول عن الحركة من هو المسؤول عن التفاوض كيف يمكن أن تسير عملية المفاوضات بعد ارتيال السنوار هذا هي أسئلة صعبة لحماس يعني البارحة أو قبل البارحة سمعنا وسام حمدان يتحدث من بيروت وكانه منفصل عن الواطع يعني يتحدث بقضايا بعيدة جدا بدرجة أنه يعني شعب الفلسطيني في غزة والضفة يعني أثار على مع ساخرة على خطابه لأنه يتحدث بعيدا عن الواقع أيضا تحدث خالد مشعل في مؤتمر الأخير وأيضا كان حديثه بعيدا عن الواقع السياسي اليوم يجب أن تكون حماس قادر على اتباع خطوات عقلانية لتقليل الخسائر قدر الإمكان والوصول إلى يعني على الأقل إنقاض ما يمكن إنقاضه هذا مهم جدا اليوم لنسبة الحركة الحماس يعني هناك أسرع في السجول الإسرائيلية ينتظرون أنه إجراء هذه الصفقة بأسرع وقت ممكن منذ السابع من أكتوبر العام الماضي وحتى لأن ينتظرون قرار الإفراج عنهم أسرع المؤبدات وهل تصدق أن هذه الصفقة ستمر بعدم وجود السنوار أو بوجوده هل يعني كان العطل الأساسي كان من عند نتنياه وليس من السنوار فهل ستمر الصفقة الآن بوجود أي قيادة جديدة لحماس والسؤال الأهم هل يهتم أصلا نتنياهو بالأسرة المظاهرات في إسرائيل تقول أنه لا يهتم صحيح كلامك صحيح نتنياهو بالبداية منذ العدوان لم يهتم بالأسرة دليل ذلك أنه قصفه الشرمل لمواقع فلسطينية في غزة وبالتالي هو نفسه بالأداء العسكرية الإسرائيلية قتل عشرات الأسرة هذه نقطة اليوم أصبحت قضية الأسرة مسألة تبرير لوجود إسرائيل في قطاع فزة وكانه يريد أن يقول للعالم أنا أريد أن أنهي الملف لكن إذا تبعتم خضراتكم تصرفات نتنياهو الباركة ووزير قربة الصيغة اللحجة التي تحدث بها تختلف عن اللحجة التي كانت تحدث بها في القاهرة بعد مقتل السلواء في موضوع في القاهرة وفي المفاوضات الدوحة وغيرها وحطها في باريس كان أنه صفقة محدودة عدم عودة حماس إلى الحكم كان هناك أيضا محادثات سرية تتحدث عن خروج قيادات حماس وعناصر حماس إلى خارج قطاع غزة لكن اليوم عندما عند البارحة عندما علن نتنياهو اغتيال هنية واضح أن اللهجة اختلفت هناك نيشوف في النصر فبقر في حدث قال أنه يريد الإفراج عن الأسرة وطالب المحتجزين المحتجزين للأسرة بتسليم سلاحهم مقابل العيش يعني تصور هذه اللهجة الانتصار وأيضا قال أنه على الغساويين أن ينطفضوا ضد حماس وكانه يراهي أن المسألة ليست لها علاقة بالاحتلال يجب على الشعب الفلسطيني في غزة أن حماس هي المحتل وليست إسرائيل هي المحتل أيها واضح أن اللهجة اختلفت جدا هذه لهجة عدوان هذه لهجة محتلال لهجة شخص يريد أن يستمر احتلاله في قطاع غزة والمسألة لم تكن لها علاقة لا بالسلوار ولا هنية هنية كان معتدل وأنتم في القاهرة تعرفون كيف كان هنية يريد أن ينجز الصفقة بقدر الإمكان ولكن كان دائما الإسرائيليين يضعون شروط إضافية هدف الأساس استمرار لاحتلال الإسرائيلي لقطاع وإذا توقف العدوان على غزة نقول إذا هل ستوقف العدوان على جنوب لبنان والاثنين المفروض أنهم مرتبطين ببعضهم ولكن جنون نتنياهو وإحساسه بأنه هو المخلص الآن للشعب اليهودي وأنه يريد الوصول كما أعلن في الأمم المتحدة بكل عجرفة إلى إسرائيل الكبرى سيستمر في هذا الشكل أم ربما يكون الحل أيضا دائما ما ننتظر الحل من داخل إسرائيل سواء من جيش الدفاع أو من الإسرائيلي طبعا كما يقولون عنه أو من الانتخابات أو من المعتدلين أو من أهالي الأسرة أو من الشارع الإسرائيلي كما نقول هذه الحرب إسرائيلية بالأساس أنا أقدر ما حدثت في 7 أكتوبر وكذا لكن إسرائيل وجدت أن هذا ما حدثت في 7 أكتوبر و8 أكتوبر عندما قام حزب الله بضب إسرائيل أو الداخل الإسرائيلي إسرائيل تحججت وبررت لنفسها أنه تدمير بين قسين لسمانة محور الشارع ومحور البقاومة كل المحاور التي لا تريد الإنصياء للقرار الإسرائيلي فبالتالي إسرائيل استخدمت هذه الحجة لتحقيق إبادة جمعية وللأسف اليوم بدأت تقوم بفتوات تصعيدية أيضا في جنوب لبنان وحتى في الطاحية الجنوبية لكن لا أعتقد أنه هناك ربط حقيقي بين وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان صحيح حزب الله عندما بدأ الحرب قال سنوقف الحرب عندما يتوقف العدوان إسرائيل للقطاع غزة هذا كان المنهج الرسمي تبع حزب الله ولكن اليوم المعادلة تغيرت اليوم إسرائيل هي التي تشهد هجوم إسرائيل هي التي خلقت معادلة وتخلق معادلة في جنوب لبنان وهي التي صعدت بشكل كبير لدرجة وصلت قدائفها للضاحة الجنوبية واختالت حسن نصر الله وغيره من القيادات السياسية ما ترشحها أو ما رشحها لنا في لبنان أنه صحيح أنه عندما زار وزير خارجية الإيراني لبنان وقال أنه يجب ربط الجبهتين وأنه نشجع الوصول إلى وقف إطلاق النار بناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لكن في لبنان قالوا لنا أنه المحاورات أو النقاشات الداخلية كانت في الأروقة الداخلية والأروقة السرية لوزير خارجية تقول أنه يجب فصل الجبهتين ويجب الدخول في مفاوضات من خلال باريس لوقف إطلاق النار وتطبيق قراءة نعم لا ننسى جميعا أنه إيران مهمتها يعني أكثر من مهمتها في قطاع غزة مهمتها اليوم في جنوب لبنان لكفر على الأقل وعلى حزب الله أن يكون جزء من المعادلة السياسية اللبنانية نعم دعني أعود للسؤال الأهم والأكبر دكتور رمزي بعد السنوار أو قبل السنوار كانت المشكلة الأساسية هو الانقسام داخل فلسطين ما بين فتح وحماس ما بين جهاد والفصال الأخرى ما بين العملية السياسية والمقاومة هل ستتغير هذه وجهة النظر الآن خاصة بعد اغتيال المشعل والسنوار وقادة حماس وكما قال نتنياهو وإضعاف حماس هل سيكون للسلطة الفلسطينية يد الآن في الدخول في مفاوضات كيف تقرأ المشهد الفلسطيني تحديدا الذي بيده في النهاية حل هذه المشكلة وإعادة القضية الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى أم لن يكون هناك مفاوضات أصلا يعني القاهرة نعات المفاوضات قبل عدة أيام وكانت المفاوضات مشجعة وقبلها كانت المفاوضات بكين أيضا مشجعة وتوصلت الأطراف منظمة التحرير مع حماس والجهاد إلى صيغ لكن دائما هذه الأحداث تحدث ولا توجد تنفيذ فعلي لهذه الصيغة والدليل على ذلك يعني كنا نسمع الشهيد هنية ونستمع إلى خالد مشعل حتى في آخر يعني لقاء له في المؤتمر في كولا لنبور وغيره لم يتحدثوا أبدا عن المنظمة التحرير ولم يتحدثوا عن المصالح يعني هذا كان على مفارقة يعني كانت لدينا دائما على مفارقة أنه الذي يدخل خطوات جدية للمصالحة قبل عدة أشهر كانت الخطوات يعني أننا تحدث ليس فقط قبل 7 أكتوبر يعني أننا تحدث قبل عدة أشهر الذي يريد فعلا أن ندخل في مفاوضات لتحقيق المصالحة في زمن أو في فترة حرجة تمر بها الشعب الفلسطيني هو يمر بها الشعب الفلسطيني هذه فترة عدوان فترة تصفيق القضية الفلسطينية في الضفة وفي غزة ليس فقط في الغزة يجب أن يتحدث عن منظمة التحرير عن عملية المصالحة عن أن القرار السياسي لحماس هو قرار مرتبط بما تريده منظمة التحرير إلى آخره ولكن للأسف وجدنا الإخوة في حركة حماس يتحدثون بشكل منفصل وكأن غزة هم حاكمين في غزة والانقسام الخاصل هو إدارة في التوار إدارة للانقسام وليس إنهاء للانقسام وهذا ما استغربنا حتى ما استغربنا في محادثات القاهرة الأخير اليوم ربما تكون هناك خطوة إيجابية في تحقيق هذا الموضوع وأنا أعتقد أنه إذا استلم خدمة مشعد يعني صناعة القرار في حماس أعتقد أنه هو برقماتي وشخص يعني يدرك السياسة بشكل كبير جدا ويمكن أن نتخذ خطوات عملية وليس خطوات زيارات للعواصم وتكون في مفاوضات فقط للقول فأنا نريد أن نحقق المصالحة رأيس ابو ماسل مد يده منذ العالمين يعني يعني طبع لكن في العالمين في القاهرة والقاهرة تترك ذلك يعني برعاية القاهرة وقال نريد مصالحة ودعونا يعني نبتعد عن الانقسام ودعونا حتى نؤثر أجسام لكن للأسف حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات عملية أريد أن يوضيف حتى لو طيل عليك يجب أن يكون عملية صنع القرار في حماس خاصة بعد اغتيال السنوار عملية سريعة وعملية واضحة المعالم يعني بمعنى شخص واحد يستطيع أن يتحدث باسم حماس للأسف حتى الآن حماس لم تعلم عن اغتيال السنوار هذا يشير إلى أن فيه فجوة في مشكلة في عملية القرارة نتمنى أن تنتهي هذه المشكلة قريبا حتى تضضح ملامح القضية الفلسطينية ويتحقيق ما يريده الشعب الفلسطيني من وجود عودة أرضه وغير بشكرك دكتور رمزي عودة كنت معي من رمالة المحلل السياسي شكرا جزيلا لك كنت معي عبر الانترنت على الهواء مباشرة